مجدداً يعود كيري للرياض لبحث ملفات المنطقة وعلى رأسها الملف اليمني وفيما يبدو أنها زيارة الأخيرة يحاول كيري ترك أثر على مسار الأزمة اليمنية بعد وصول محاولاته السابقة إلى طريق مسدود عقب رفض الحكومة خارطة المبعوث الأممي التي ارتكزت على مقترحات وزير الخارجية الأمريكي وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية فإن كيري سيتوجه الأحد للتباحث مع كبار المسؤولين السعوديين وقادت إقليميين ودوليين بشأن التطورات الإقليمية بينها إيجاد تسوية للأزمة في اليمن فيما كان قد أجر في وقت سابق اتصاراً مع وزير الخارجي الأمريكي الجديد عارضاً عليه تقديم الدعم الشخصي من أجل انتقال سالس في اليمن في الرياض أيضاً كان وزير الخارجي رئيس الوفد الحكومي للمفاوضات يلتقي المبعوث الأممي مشدداً على موقف الحكومة الدعم للحل السياسي وفقاً للمرجعيات وبحسب الوكالة الرسمية سبأ فإن وزير الخارجية أبلغ ولد الشيخ أن الحكومة تنتظر منه تقديم ورقة جديدة لتحقيق السلام تتضمن تصوراً واضحاً وفقاً للملاحظات والردود التي قدمتها الحكومة على الورقة السابقة التي لم تتوافق مع المرجعيات المتوافق عليها وشبه الكثير من أوجه القصور التي تجعلها غير صالحة للنقاش من وجهة نظر الحكومة مطالباً المبعوث الأممي والدول الراعية بالتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الإجراءات الإنقلابية التي تقوط السلام وتزعزع استقرار المنطقة بالإشارة للتصعيد الجديد للميليشيا المتمثل بإعلان حكومتهم في صنعاء قبل أسبوعين محاولة جديدة لفتح أفق على المسار السياسي للأزمة يصطدم على الدوام بتصعيد الميليشيا وإصرار الحكومة على المرجعيات التي أقرتها الأمم المتحدة كمرجعية للحل في البلد وفيما يبدو أن هذه المحاولة لن تثمر أكثر مما خرجت به المحاولات السابقة تستمر الأزمة اليمنية على طريق الجمود حتى إشعار آخر